مكملين معاكم مشاهدينا والفقرة دي برضو استكمال للطاقة الإيجابية اللي عكسي إنها اليوم يوم الجمعة ومنورنا في السوديو أستاذ محمد أحمد إبراهيم الكناني ناشط عام باتحادات باتحاد المعاقين حركيا تحت شعار ناشطونا بلا حدود صباح الخير عليك صباح الخير عليك وعلى كل السيادة المشاهدين والمستمعين عينما كانوا وسعادة الليلة جدا نكون معاكم حقيقة لي الأمل والطموح من 2016 الحمد لله كل شيء بأوانه نشاء الله ونصبح على الساعدة المشاهدين مستمعين برضو والمستمعين برضو ونحيي أبطال السورة الذين بزلوا النفوس غالية ونطرحهم على الشهداء ربنا يتغبل أرواحهم ويصبروا زويهم ونتمنى للجرحة برضو الشفاء العاجل وربنا يكمل المشوار مع الحكومة الانتقالية ونلقى الخير إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله لما نحن تذكرنا الشهداء وتذكرنا الجرحة وكل الناس اللي فقدناهم في حراك التغيير نحو سودان جديد خلينا نتكلم عن قبل التغيير وبعد التغيير نحن لسه طبعا في تغيير حاصل بالنسبة لي اتحاد المعاقين حركيا ما هو الجديد؟ الجديد الحمد لله رب العالمين الآن نحن بنعمل في حراك للتغيير وطبعا التغيير اللي ليس هو تغيير الحكومة فقط في حزب إنما التغيير هو عام جنرال في كل المؤسسات حتى الاتحادات الطوعية والجمعيات ونحن الآن نعمل بحراك وبجدة وبعمل مكسف بكل الجهود مع الغياد المعروف إسماعيل التاج ربنا يوفقه ومعه الكوكب وتعه والحرية التغيير والناشطون جميعا باتحادات المعاقين حركيا حقيقة واجهتنا شوية مشاكل ولا بد يعني زي ما بقوله المسر السداري نتكلم ببساطة ودرجية إنه الطفل لو دارين في طمو ما بيتفطين بالساهل إنه صراحة الناس في المكاتب دير يعني ما بيطلوا بالساهل لكن إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق وبالإرادة حنطلعهم ما في شي سواء ما في شي سعب سواء كان في الغانون ولا شك في زالي أكيد بداية عاوزنا تعرف على البرنامج القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برنامجكم شنو؟ البرنامج القومي إن شاء الله حيكون هو أول حاجة نتحدث عن تنفيذ الحقوق صراحة حقوقنا الاتفاق الدولية مما نصت الحقوق وصادق عليها السودان إلى يوم الليلة ما تم تنفيذها الليلا وعلى حسب الفساد وعلى حسب الحكومة البائدة لكن إن شاء الله نحن الآن سنعمل مع الحكومة الانتغالية والحقوق يتم بواسطة المجلس لهم الأشخاص والإعاقة ومعاوية اتحادات المعارضة الحركين ومنظمات الأشخاص والإعاقة والإهزاء الحكومية تمام؟ بعد ذلك أنحنا لما تتم الحقوق والحقوق هي كالآتي هي إحفاءات وتخفيضات في الجماريك والضرائب وتسهيلات في كل الأشياء يعني العملية للأشخاص زي الإعاقة حتى لا يحسوا بأنهم ناس يعني مميزين من أغرانهم في المجتمع أيوة مميزين بالسلب لا يكونوا بالإيجاب أيوة لأنه صراحة زي ما شوف ناسي أخوتنا تقوى تقوى ما شاء الله لدينا يعني برامي كثيرة لكن ما مفاعلة وإن شاء الله هنفعله وحنتحدث عن البرامي بقى شوية لواحد اثنين حالين منحارف الفساد في الاتحادات عشان نغير الاتحادات لأنه صراحة برضو مشكلتنا الأولى استغلال أيوة في المجتمع مشكلتنا في المجتمع بتبدأ واستاذة من أسرنا أسرنا نظراتهم خاطئة لأبناءهم والأشخاص والإعاقة صراحة دي حقيقة بقولة مش في الحضر في الريف إنه الأشخاص والإعاقة ما بخلوهم يمارسوا حياتهم بصورة طبيعية ما بخلوهم يمشوا يدعلموا ما بخلوهم يطلعوا في المجتمع بخاطروا عليهم بيدسوهم بردو بيدسوهم بشوفهم حاجة زير حرجة لكن لا حرج في ذلك إنما هو تخلف وعطف وشفقة وحتى من المجتمع الآخر حتى المنين دوم أشخاص وإعاقة بتلقي الشفقة يعني حتى عن شخصي الكبير الآن حالياً في المؤثرات لما رجي طالع يعني ويساعدوني بتلقي أم حاتنا وخالاتنا شوفت كيف يعني شيء طبعاً لكن ما في داعي طبعاً هي الإعاقة يعني ممكن تقول إعاقة موقع يعني زول رجلهم ما بقدر طلع بيها ماشي المستجفى بتواجه الصعبات يعني ما دارة لك ولا كذا كذا شوفت كيف الآن الحاجة دي بالمناسبة ما إيجابية ولا دعم نفسي بالعكس هو ضغط نفسي والمشكلة الأكبر لما نتعلم ونصل إلى درجات كبيرة في العمل بتلقي الناس بتنظر لك نظرة مؤجزة وليس تحدي ولا مسابرة ولا اجتهاد ولا توفيض بتنظر لك نظرة مؤجزة نتعرف طيب على التخصص بتاعك أستاذ محمد الحمد لله رب العالمين درست إفريغ العالمية الأنشعية إن شاء الله من 2013-2017 لشنول أضافت لك الدراسة والله الدراسة أضافت لي معرفة الحياة ومعرفة الآخرين خاصة بإفريغ العالمية هي تمثل العالم أجمع لأن جامعة خاصة وعالمية أعلم مصغر صح أيوة في أقول للحمد لله لدي أصحاب من دول إفريغيا ومن تركيا شغيرة وعرفة الثقافات وعرفة المفهوم الحياة ولا فرغ بين عجمين وعربين ولا بالتقوى والثقافات والتحدي والابتكار والإدعاء والفكر والذكر والإدعاء شنو هي الخطط بتاعتكم من خلال الاتحاد عوزين تتوجهوا فيه إنه تنجيزوها أول حاجة الخطة هي نغير الاتحادات لأن صراحة الاتحادات بيتم تكوين الجامعات العمومية بصورة غير شرعية ممكن نقول من المفاوضة الصحية بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ما بيكتمل العد النصاب والنصاب المتاع الحضور للجامعات العمومية الناس اللي بنصبه العضاء التنفيذيين ما بيتم ولا بيتم إعلان للجامعات العمومية وبيتم تكوين الجامعات العمومية من غير محاسبة من غير محاسبة شفافة في الميزانية بس أبغل الدورة تمام؟ وإنه الحمد لله بالعالمين تم تغيير المفاوض وإنه حالياً كانوا حيظيموها وفي أربعة جولايات غائبة ومن خواردنا في سعب شفت الفساد بكير فساد بعيد جداً والمشكلة الأكبر أنه بيتم تنصيب أعضاء التنفيذيين غير يعني مؤهلين لا تعليم ولا إدارة ولا معرفة مهم لما أريدنا في 2016 أن إحنا نعشطين نشارك العمل مع أخواننا التنفيذيين عشان نعرف العمل كيف ونمشك المناصب بعضهم في الدولات الجائية ورفضوا لأنه ما في شفع فيها وما في كده الدولة علمتهم كده لأنه في مأكلة طبعاً أيوه أيوه والدولة علمتهم كده طيب أنتو حالياً أكيد عندكم برضو خطواتكم في أنكم تخاطبوا المجتمع بشكل مباشر لتغيير وجهة نظروا فيكم أنه لا داعي للشفقة ممكن أنت تدعمني ممكن أنت تشجعني الشفقة هي درجة ممكن تأثر في الأشخاص ذوي الإعاقة والله الشفقة هي ممكن تعسل بالنسبة كبيرة جداً جداً لذا كان الشخصاً للمعاقبة شوية كده يعني نفسيته ضعيفة ما مدعلم ما ممفتح ليه لأنه بتحسس أنه شخص ناغر تمام يعني صراحة نقول لك واجهتنا مشاكل كثيرة أنه ما بخاله نطلعه ويتأثره ويبكو بيحبه دائماً يروحوا عن نفسهم في المنتزهات والعماكن العامة ويسهروا ويبديعوا لكن ما فولي صراحة خاصة أن الأشخاص ذوي الإحتياطة الخاصة وهم إشنو فالتوحود ومتراجم الدعون بالنسبة للمراكز يعني في مراكز موجودة في السودان لكن للأسف إنه لما نتحدث مع إدارات هذه المراكز لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة أو زي ما بيقولوا الناشطين ذوي الهمم أنا بعدين برضو عاوز أتكلم معك في الحتة لأنه بيقى فيه كونفيوزينج أو فيه يعني ما معروف أيهما أصح لأنه علمياً بيقولوا لازم تقول ذوي الإعاقة ومن ناحية طبعاً متعت ميول للجانب حتى في العالم الإنساني بتقول لا ذوي الهمم أفضل لكن أنا شايفاك متصالح مع كلمة ذوي الإعاقة هذه النقطة النقطة التالي خلينا نتكلم عن مراكز إعادة التأهيل لماذا هي خاصة غالبية المراكز ولماذا يعني حتى العام فيها بيتهم بأنه فيه استغلال مادي وفيه نوع من الاستفادة من يعني الحالات الموجودة في المراكز لاستجلاب المال نعم لعندكم اليوم خطة أيوة أول حاجة المراكز ده مستغلة بتستغل الناس لأنه صراحة ما فيه دمج وأسنتي يعني من سؤالك ده أنا حوريك برنامجنا هو فيه هو الفغرة المهمة فغرة الدمج الدمج للأشخاص في السلم التعليمي عشان ما فيه دمج في المدارس الحكومية العامة عشان كده فيه مراكز وأي يزول لازم يودي ولده المركز ليه عشان يتغي شره صراحة وهو معشر كيف يتغي شره سامحوني على هذه الخطأ البسيط لأنه صراحة هم شوية عندهم حراكة زايد أو مثلا حركة زايدة أيها الأشخاص اللي هم ممكن يكون مؤذين نفسه أنت قصدك أنه ممكن يدرس مؤذين نفسه وأطفال التوحد شوية يعني حراكمتهم كثير يعني شنو أنت لو عندك طفيل أو في زول عندك طفيل لازم يدون مركز أو الحاج يطويره ويعلمون ويحبس عليه لأنه في البيت لو خليتيه وانت شغلته ممكن يفتح البتجاج صحيح ممكن يحبش الكخربة ممكن يطلع الشعري يدعرض على حطورة تمام يلا بالنسبة لبرنامجنا إن شاء الله سنعمل مع الدولة الانتغالية أو الحكومة الانتغالية سوري بعمل يعني شديد وما من يعمل في للدولة ولا حتى يعني أقول صراحة وهم يسمعوني الآن وشاهدوني وأوجه الرسالة للأستاذ ألينا الشيخ وزيرة الرعاية والضمار الاجتماعي هي أتحضر هي أتحضر الجمعية العمومية وسمعنا بأنه السنة ما بيتم تكون الجمعية العمومية إلا بالحضورة ده بيقودني لسؤال مهم بدون ما أقاطعك بس عشان عشان مهم جدا ويمكن نحن نتناقش فيه دائما هو تحدثنا على الدمج هل حيكون في خطة من وزارة العمل لدمج أصدقائنا ذوي الإعاقة في المؤسسات بشكل واضح يعني نحن بنوشي لمؤسسات وشركات ما بنجدهم إلا بعض الشركات الخاصة نلقى حالتين نعم مش دمج هي مشاركة العمل نعم دمج نعم أو ممكن تقول دمج لكن نتحدث خلينا نتحدث في برنامج الدمج الأشخاص والإعاقة في السلوية المتعليم برنامج الدمج دي أخوان أول حاجة بهم سح التخلف ده واحد وبيغطي لكل الأشخاص والإعاقة بريف إنهم يكونوا يلقوا حظهم في المدارس العام الحكومية تمام مع أغرانهم الغير زوي إعاقة بيكون ما في تخلف بيكون يعني في توعية بتكون في محبة بتكون ما في يعني تميز بيناتهم ويدرسون أما للأشخاص والإعاقة للأشخاص والإعاقة الخاصة لهم مترازمة داوم واطفال التوحد ولعندهم صعبات التعلم هتكون عندهم فصول خاصة داخل المدارس الحكومية ليه فصول خاصة لأنهم شوية حالتهم خاصة مزعجين نعم أما المكفوفين والصوم والمعاغين حركين وما عندهم مشكالية مع أغرانهم وغير معاغين بس لكن نوفر لهم بيعة المدرسة ونوفر لهم تدريب المعلمين جميل ودي حاجة مع صعبة ونزع عليها حتريحنا عن إحنا وحتريح الدولة كلمة أخيرة أستاذ محمد أحمد كلمة أخيرة ممكن توجهه للكاميرا بتاعتك أوكي كلمة أخيرة والله حبيناتحدث أو حبي أدعو كل الأشخاص والإعاقة لازم يبرزوا في أهدافهم وفي أعمالهم ولازم يوصلوا رسالتهم وندعوم في هذه الأيام للتغيير كل الأشخاص اللي يعملوا في المؤسسات خاصة وحكومية وحتى الأطباء والمهندسين والأسادزاء المبجونة في الاتحادات نحن عارفين المبجونة كان لسبب المشاكل والفساد في الاتحادات لكن نقول لهم تعالونا وإيد على إيد وتجدع بعيد ونحن إخواننا ما غروبات ولا مجموعات ولا مبادرات فقط إنما نحن أشخاص وإعاقوا بكتلة وحدي نناضل في قضية وحدي وعشان نواجه هذا الفساد ونمسحه ونكون اتحاداتنا وننهض بكل حراك وتطور حتى نستغل ونأخذ حقوبنا شكرا جزيلا وأحييكم مرة أخرى وشكر لله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بكم الحمد لله وشكرا لكم إن شاء الله من التوالي معكم إن شاء الله أكرمنا بكم وإنكم كما رفعتوا رأسنا في الأمم الأفريقية والعربية نعم أمكن عبدالعزيز كان بطل التجديف فاز ورفع رأسنا وكان شايل العالم السوداني وغيره كثير طبعا أنا بشكرك أستاذ محمد أحمد إبراهيم الكناني ناشط عام باتحادات المعاقين حركيا وتحت شعار ناشطون بلا حدود كانت هذه مساحتنا لهذا اليوم معه ومع تقوى